حرج كبير تواجهه الولايات المتحدة بعد تسريب وثائق سرية للغاية من وزارة الدفاع الامريكية تخص حلفاء الواشنطن بحسب مسؤولين امريكيين تبحث وكالات الامن القومية حاليا في سبل مشاركة المعلومات الاكثر حساسية داخل الحكومة والتعامل مع تدعيات التسريبات كما يعمل محققون على تحديد الشخص او المجموعة التي قد تكون لديها القدرة او الدافع لنشر هذه الوثائق البيت الابيض بدوره اعلن احاطة الرئيس زيو بايدن بشأن التسريبات بينما فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا في الواقع تم اطلاع الرئيس لاول مرة في وقت متأخر من الاسبوع الماضي عندما علمنا ان هناك بعض الوثائق المسربة وقد احالت وزارة الدفاع هذا الامر الى وزارة العدل لاجراء تحقيق جنائي وكانت وزارة الدفاع الامريكية حذرت من خطر امني جسيم بسبب تسريب الوثائق وان التفاصيل الواردة فيها قد تتسبب في خسائر في الارواح موضحة ان كبار المسئولين يتواصلون مع دول العالم للتأكيد على سلامة العمل لاستخباراتي الوثائق المدرجة تحت تصنيفي سري وسري للغاية والتي ظهرت لاول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في اوائل مارس تكشف بالتفصيل عن نقاط ضعف الجيش الاوكراني وعن معلومات بشأن حلفاء اخرين بينهم اسرائيل وتركيا وكوريا الجنوبية ترجمة نانسي قنقر